فلان الاتفاق على إنشاء مركز تنصيق في اسطنبول يضم ممثلين عن جميع الأطراف كان أبرز نتائج الاجتماع الرباعي الأول في اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة الذي عقد لنقاش إنشاء ممر آمنا في البحر الأسود لنقل القمح من أوكرانيا إلى العالم عبر البحر المتوسط تم التواصل إلى اتفاق بشأن القضايا التقنية مثل الضوابط المشتركة في نقاط الخروج والوصول إلى الموانئ وضمان سلامة الملاحة وزير دفاع التركي أعلن أيضا عن اجتماع ثاني الأسبوع المقبل يضم الوفدان الأوكراني والروسي في تركيا لمراجعة كافة التفاصيل والتوقيع على الاتفاق تفاصيل الاتفاق والمفاوضات التي جرت والدور التركي في عملية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية لم يتم الإعلان عنها ولكن الأمم المتحدة قالت إن أجواء الاجتماع كانت إيجابية أنا أظن تركيا ستلعب دورا كبيرا ستستفيد بشكل كبير أولا ربما من ناحية المالية ستستفيد عبر موانئها عبر السفونها حتى عبر التحويلات المالية في حال نجحت بتصدير أو بيع الحبوب الروسية وليس فقط الأوكرانية ربما بالنسبة للأوكرانية لا يوجد مشكلة لأن تواصلها مع الأوروبيين واضح لكن بالنسبة لروسيا مشكلة كبيرة ولا أظن أن الحبوب الأوكرانية ستخرج دون الحبوب الروسية وهذا أظن سيكون لتركيا دورا ما إضافة إلى الضمانات العسكرية التي يطلبها الطرفان وهذا أيضا ممكن تركيا التي ممكن تلعبه خلافات عميقة في ملف ممر الحبوب الآمن بين روسيا وأوكرانيا نوقشت في الاجتماع الرباعي وبحسب الطرف التركي الذي استضاف الاجتماع فإن إيجاد حلول لأزمة الحبوب أصبح أمرا ممكنا الهدف الأول الذي أعلنت عنه مسبقا الأمم المتحدة بتشكيل مجموعة اتصال مهمتها وضع آلية تحكم في ممر آمن للحبوب تحقق في اجتماع الذي استضافته إسطنبول في انتظار معرفة تفاصيل الاتفاق والتوقيع عليه رسميا هنادي الخطيب الحرة إسطنبول